طبعا هو واحد من أساطير لتولد رئاسة نادي الأهلي كابتن حسن حمدي طبعا الشهير بوزير الدفاع أرقامه الحقيقة والإنجازات الحقيقة النادي الأهلي طوال مشوار حسن حمدي سواء كمدير كرة أو كرئيس النادي أرقام الحقيقة خرافية النموذج يجب أن يدرس الحقيقة أنا أتكلم أنه كابتن حسن لما تولى مسؤولية مدير الكرة الأهلي حقق معاه ستة دوري وأربعة كاس أول بطولة أفريقية بالمناسبة حقق نادي الأهلي كانت أثناء وجود كابتن حسن حمدي كمدير للكرة وحقق معهم كمان مع الفرقة تلات بطولات أبطال كؤوس وبالمناسبة يمكن هي أواقع تاريخية يمكن مش كتير من الجيل اللي بيتابع الأهلي دلوقتي يكون عارفها أو يعني ممكن جزء منهم يكون سامع عنها الواقع الشهيرة في نهاية كاس مصر كان مواجهة بين الأهلي والزمالك وفي الوقت دا تم إيقاف 15 لعب من نجوم النادي الأهلي ولعب الأهلي المبارادي في الوقت دا طبعا كانت مخاطرة كبيرة جدا أنك تطلع فريق الشباب كلهم لعبة صغيرة بتلعب النادي الزمالك بكل نجوم والعتاولة بتاعته في مباراة مهمة جدا يعني على نهاية بطولة كاس مصر وقد كان الحقيقة عملها شباب الأهلي في مباراة تاريخية ما بننسهش أبدا حقيقة وفاز شباب الأهلي على نجوم الزمالك 3-2 كان كابتن حسن حمدي في الوقت دا هو صاحب القرار بمشاركة طبعا شباب بدل اللاعبين الكبار خليني أقول لحضراتكم كمان الإنجاز الأهم الحقيقة أو الفترة الملهمة جدا جدا الحقيقة والمضيئة جدا في تاريخ النادي الأهلي فترة عصر زهبي يعني ماعتقدش أنه فيه أهلاوي في الفترة دي ما استمتعش ومشبعش نجاحات ومشبعش بطولات ومشبعش إحساس بأنك أنت نمر واحد بدون منازع بدون منازع زي الفترة الحقيقة اللي في بداية الألفية كان كابتن حسن حمدي في التوقيت دا بيتولى رئاس النادي الأهلي وكانت فترة دهبية بكل ما تحمله الكلمة من معاني بنتكلم على 8 دوري بنتكلم على 2 كاس بنتكلم على 5 دوري أبطال إفريقيا يعني نص رصيد النادي الأهلي من بطولات إفريقيا اتحقق في الفترة اللي تولى فيها كابتن حسن حمدي رئاسة النادي الأهلي كمان فيه بطولة كونفيدرالية كمان فيه طبعا برونزيت أول طبعا ظهور عالمي للنادي الأهلي ظهوره في كاس عامل الأندية وتحقيقه للميدالية البرونزية كان برضو أثناء فترة تولي كابتن حسن حمدي لرئاسة النادي الأهلي فترة ذهبية مسيرة عطاء ونجاح كبيرة جدا بصمة مهمة جدا في مشوار كيان استمر ناجح الحقيقة ومتفوق ومتقدم على مدار 114 سنة